ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن يأمرنا بالأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أمر من الله عز وجل ولاحظوا حتى في ترتيب الأوامر الإلهية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أداء الأمانة مكروم بالعدل ومقدم في ترتيب الآية إن الله نعم ما يعظكم به في آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى أن أداء الأمانة صفة أصيلة من صفات المؤمنين وسبب في فلاحهم ونجاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من صفات المؤمنين التي تكون سببا في نجاتهم وفلاحهم ونجاحهم أداء الأمانة وفي ختام الآيات أو في نهاية هذه الصفات يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كأن الآيات تريد أن ترشدنا إلى هذه الصفات لتكون سببا لنجاحنا وفلاحنا في الدنيا وسببا للفوز يوم القيامة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ونستقبلوا اتصالا لأختي أم عمر بن الفيوم تفضل السلام عليكم يريتم عمر تحول تكلمنا تاني لأن الخط فصل ونكمل آيات القرآن الكريم التي ترشد وتأمر وتحث على الأمانة ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الأمانة من الصفات التي اختص الله عز وجل بها بني الإنسان تكليفا وتكريما وتشريفا تكليفا وتكريما وتشريفا إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظاهر الآية أن الآية أن الأمانة كلف الله عز وجل بها بني الإنسان وهي تكليف وتكليف ثقيل لكن من يقوم بها يتشرف بها من يقوم بأداء الأمانة على وجهها الصحيح على وجهها الأكمل من يؤدي الأمانة تكون له تشريفا تكون له رفعة ترفع قدره في الدنيا وفي الآخرة